أهلا بكم الجديد في الشارقة التي تداعت إليها أفواج من الجوال لمناقشة تحديات المناخ فالعمل الكشفي تاريخ عريق في خدمة المجتمع وهاهم اليوم يواصلون عطاءهم التطوعي لتعزيز رؤية الدولة تجاه التنمية المستدامة عبر إعداد مجموعة من البرامج والورش وذلك تزامن مع إعلان عام 2023 عاما للاستدامة حميد الزعابي ومعه التفاصيل أكثر من مئة جوال من مختلف دول العالم اجتمعوا هنا في الشارقة كنقطة انطلاق لهم لمناقشة تحديات التغير المناخي ودور الشباب في مواجهتها هذا التجمع من شأنه خلق توجه مشترك للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بين الخبراء والشباب أنفسهم حقيقة يعني هذا اللقاء بيكون طبعا بيتخلها لأورش عمل حول تغير المناخ والتحديات التي على حسب يعني على رؤى سيدي صاحب السمو تحقيقا رؤى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة في في الاستدامة الهدف من هذا الملتقى طبعا تفعيل دور الجوال في التحديات التي تواجه تغير المناخ والاستدامة في جميع القضايا التي يعني تحقق رؤية سيدي صاحب السمو الفان وثلاثة وعشرون عام الاستدامة يأتي كبوصلة زمنية لتوجيه الشباب والحركة الكشفية نحو تحقيق رؤية الإمارات لوضع قضية التغير المناخي في صدارة أولوياتها للسياسة الخارجية اليوم والأرحاب مشاركتنا بتكون نعمق الشباب في مفهوم التنمية المستدامة بشكل عدق واليوم كونا في عام الاستدامة واليوم لقاءنا هذا كله يتحدث الاستدامة وتغير المناخ فيها وخاصة بعد استضافة كبتون تي ايت فكلها محاور تخلينا نحن كشباب نهتم فيها ونتعمق شو معنات هذه الأشياء شو التغيرات اللي تصير في هذا العالم فمن خلال لقاءنا هذا بنتعرف على أهداف التنمية المستدامة ورتباطها بهذه التحديات وهذه مثل ما نقول الأحداث العالمية طبعا نحن دورنا كشباب وكشبات لازم ندرس الدراسات اللي ستتعلق بهذا الموضوع لعشان نسوي الجهود ونعالج التغير المناخ جهود كبيرة تبذلها كشافة الإمارات عبر تقاليدها الكشفية للمشاركة بشكل فاعل في تعزيز دورها في التصدي للتحديات التغير المناخي عبر حزمة من المبادرات تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بغية الوصول إلى عالم أفضل ترجمة نانسي قنقر